يعاني العراق بعد عام 2003 تهالكاً في بنيته التحتية والعمرانية وحال المحافظات كحال بعضها سوءاً في البناية الحكومية وحجم الفساد وهدر أموالها وبناية الضريب في الناصرية بمحافظة ذيقار شاهد على سوء ما وصلت إليه حال البلاد بناية الضريب هي بناية سابقة متهالكة والحالية لحد الآن هي متهالكة فقاموا بإنشاء بناية للضريبة وهي المشيدة ورانا الجاي الشادونها بناية أكثر من أربع مليارات العفو صال لها سس سنوات اتهامات أهالي ذيقار توجه صوب سلطات الحكومية في بغداد وذيقار بإهمال تنفيذ المشاريع على الرغم من مرور ست سنوات على بدء تشهيد بناية دائرة الضريبة الحكومة المحلية عمدت على الكسل والفشل دائماً والفشل الذريع في محافظة الذيقار وإلا بربك بناية متهالكة ومنهارة إلى السقوط شهيدت قبل خمس سنوات الحكومة المحلية في محافظة الذيقار والحكومة المتعاقبة ليس بالتحديد على الحكومة الحالية هي عاجزة عن بناء المشيدات السابقة التي تم تشهيدها السلطات الحكومية في ذيقار من جانبها قالت إن هناك مشكلات إدارية ومالية حالت دون إكمال بعض المشاريع في مدينة الناصرية ومنها بناية دائرة الضريبة توجد عدد من المشاريع المتلكة والمتوقفة منذ سنوات بسبب مشاكل إدارية ومالية بين الشركات والجهات الحكومية هذه البناية من ضمن المشاريع المتلكة نعمل على إيجاد حلول لإطلاق العمل بها وتفعيلها مرة أخرى بعد أن نقوم بحل إشكالات بين الشركة المنفذة والجهات الحكومية ذات العلاقة وبهذا يبقى الفساد المالي والإداري هو المعطل لأغلب المشاريع في العراق بسبب سطوة الأحزاب وميليشياتها المتحكمة بالقرار في البلاد